سيتنافس اكثر من 2500 مرشح في هذه الانتخابات البرلمانية بينهم اكثر من 400 امرأة على 249 مقعدا في حين تم اغطية لتسعة مرشحين على الاقل منذ بدء تسجيل المرشحين في يوليو الماضي وفقا لتقارير وسائل الاعلام الافغانية فقد دعت حركة طالبان المسلحة ابناء الشعب الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية زعيمة انها ستهاجم اهدافا محددة مثل الوكالات الحكومية والجيش الحكومي خلال فترة الانتخابات نحن قالقون جدا من ان تقادم طالبان والجماعات المسلحة الاخرى على مهجمة بعض الاحداف المحددة وخاصة المرشحين والناخبين والمشرفين على الانتخابات مع اقتراب موعد الانتخابات تعرضت القوات الحكومية لهجمات في مختلف المحافظات بما في ذلك العاصمة كابول في حين انست المسائل الامنية قضية اساسية للانتخابات البرلمانية كما افادت زرز الداخلية الافغانية مؤخرا انه سيتم نشر اكثر من 50 الفا من جنود الجيش ورجال الامن قبيل الانتخابات بخمسة ايام لضمان امن خمسة الاف ومئة مركز انتخابي وعلى الرغم من ذلك يقول العديد من المحلين ان مجرد زيادة الخوى الامنية لا يمكن ان يحل المشاكل جذريا لدى الحكومة ايرادة وخطة ولكن سؤال فيما اذا كانت لديهم قدرة على ضمان السلام لا يزال يمثل مشكلة ان الحيكة لتنظيمي الحالي للحكومة ليس فعلا لتنفيذ الخطة وتقديم سياسة قابلة لتطبيق موسيقى